السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث افتدائي أنا محدثكم عبدالله الاشديد ويترافقني بلغة الإشارة الأستاذة الشريفة الشريف نرحب بكم في درس جديد وجميل كتواجدكم الآن معنا هذا الدرس ترتيب الأعداد جميل ونحن نأخذ على درسي مستعدين؟ يلا لان نبدأ مع بعض ترتيب الأعداد بسم الله نبدأ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أول ما أروح تجري العنوان ترتيب الأعداد جميل يا أستاذ وأنا أروح إلى هنا فكرة الدرس أنا وأنتم إن شاء الله وأنتم قادرين لابد أستعمل خط الأعداد والقيمة المنزلية ليش يا أستاذ؟ عشان أرتب أعداد ضمن عشرات الألوف يعني يكون عدد مكون من كم رقم أحسنتم خمس أرقام أو خمس منازل لابد تعرف كيف تستخدم الخط الأعداد خط الأعداد اللي هو هذا هذا خط الأعداد طبعا قد يبدأ من هنا صفر حسب ما موجود عندك مثلا ثلاثة لابد تكون مسافة من هنا إلى هنا نفسها لو قلنا هنا أربعة ولابد تكون مسافة من هنا نفسها هذه مسافات تكون زي بعض هذا خط الأعداد أما القيمة المنزلية عزيزي الطالب لا قيمة المنزلية تكون أنك تبدأ تضع عدد مثلا أربعة خمسة ستة سبعة لازم تعرف أن أول شيء أحد بعدين عشرات بعدين مئات هذه دورة بعدين أحد ألوف بعدين آخر مرة أخذتها عشرات ألوف ترتب العددين تحت بعض كيف ترتب؟ ترتب من اليمين إلى الريصة هذا أخذناه سابقا خلاص يلا نبدأ الآن بس الإضافة الجميلة نبغى ترتيب نعطيك أعداد ما نبغى مقارنة لازم ترتب بس إذا جيت تريد ترتب لازم تستحذر مهارة ماذا؟ اللي هي المقارنة يعني كيف تقارن بين الأعداد أيما أكبر أيما أصغر أيما أكبر أيما أصغر إذا قالك رتب من الأصغر إلى أكبر تبدأ من الأصغر ثم يطلع أكبر ثم أكبر شيء إذا قالك رتب من الأكبر إلى الأصغر تبدأ في الأكبر شيء ثم يلين تصل إلى أصغر شيء بس لابد تعرفون ماذا؟ أحسنتم كيف أقارن أكبر أصغر أو يساوي ركزوا لهم معي في الشاشة بسم الله استعد يبين الشكل المجاور أطوال ثلاثة أنواع من الحتان عندك ثلاثة عشان كده استدعي الترتيب أيهما أقصر وأيهما أطول فهمتوا كيف؟ أقصر يعني أصغر أطول يعني أكبر وأعطاك ثلاثة أنواع زي ما تشاهدون الآن هذا أطوال الحتان القاتل هذا طوله تسعمائة وأربعة عشر الرمادي ألف وأربعمائة وثلاثة وستون الأحدب ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون حابين تعرفون أيهما أطول وأيهما أقصر يلا ركزوا معي في الشاشة عزي الطلاب والطالبات مستعدين؟ يلا نبدأ ورتب من الأصغر إلى الأكبر ورتب أطوال الحيتان اللي قبل شوي ثلاثة من الأصغر إلى الأكبر ركزوا معي الآن أستعمل خط الأعداد جميل شوف وإن تستخدم خط الأعداد هذه الآن تسعمائة وأربعة عشر هذا الطول الحوت الأول و ألف وثلاثمائة واثنان وسبعون الحوت الثاني و ألف واربعمائة وثلاثة وستون الحوت الثالث طيب الآن وأنا وأنتم نشاهد هذه الأعداد أيهما أصغر هذا يسأل لماذا؟ نتفقد قبل فترة إذا مثلا أي عدد يكون دائما هو أول واحد هنا هو أصغر شيء وكلما تروح يمين يمين كل ماله شوي ماذا يكبر يعني هذا الآن الألف وثلاثمائة واثنان وسبعون أكبر من مين؟ من تسعمائة واربعة عشر طيب أنتوا تلاحظون معاي أن ألف واربعمائة وستة وثلاثة وستون هي أكبر صح ولا؟ طيب السؤال أقروه جيدا رتب من الأصغر إلى الأكبر ونبدأ في أحسنتم نروح نبدأ في التسعمائة واربعة عشر فتبدأ تسعمائة واربعة عشر بعدين خلاص هذا خلص تأصدر شيء يلا الآن هنا ماذا نفعل؟ نقارن بينهما نقارن بينهما المئات هو الثلاثة أين الألف هو الواحد؟ طيب نجينا بنقارن أصغر وين؟ تبهوا الواحد مع الواحد متسوي والأربعة والثلاثة في منزل تحادلوا المئات أيهما صغر؟ الثلاثة يا سيد إذن يكون هو هذا الترتيب ألف وثلاثمائة واثنان وسبوع وآخر شيء ألف واربعمائة وثلاثة وستثون طيب أحيانا في طريقة سريعة بسرعة لأنه أنا علمتكم في خط العدد أيهما أصغر دائما يكون على اليسار هذا أصغر وإذا جيت هنا تبهوا تقارن بين وين لي على اليسارة؟ دائما الأكبر أي عدد على اليسارة هو أصغر منه هذا هذا في خط العدد يعني الطالب الذكي على طول يعرفها مجرد ما تشوف خط العدد تعرف أن الأصغر هو اللي دائما يصير على اليسار يعني هنا اليسارة فتصير تسعمية واربعطائش وبعدين الف تلاثمائة واثنان وسبوعون بعدين الف واربعمائة وثلاثة وستون طيب ننتقل الآن كما تلاحظ الآن هذه ترتيبه لاحظوا كيف تسعمية واربعطائش أصغر من الف تلاثمائة واثنان وسبوعون أصغر من الف واربعمائة وثلاثة وستون طيب الآن جد المنازل جميل يلا ركزوا معي في جد المنازل كيف أرتب من الأصغر إلى الأكبر قبل كل شيء لا بد تعرف المنازل ركزوا معي يلا نبدأ في القاتل كم طوله تسعمية واربعة عشر يلا رتب تحت بعض تسعمائة أين تكون أحسنتم هنا ممتاز طيب وهنا واحد هذه مو واحد هذه واحد أشرة فتصبح هنا أحسنتم والأربعة مكان الأحد خلصنا منه نروح للرمادي هذا الآن يلا أول شيء هذا ما هو هذا ألف فيكون هنا أحسنتم واللي بعدها هذه ست أربعة إيش مئة أحسنتم هنا طيب واللي بعدها ست عشرات يعني ستون أحسنتم وآخر شيء ثلاثة أحد ممتاز نروح الأحد يلا نبدأ من بعض هنا واحد ألف أحسنتم بعدين ست ثلاث مئة تحت المئات الساد منزلتها أحسنتم والسبعة تحت العشرات منزلتها يا ساد ممتازين طيب والإثنان هذه إثنان الآن رتبناهم ما بعد جميع طبعا هنا في منطقة فاضية ما فيها شيء ماذا أضع أحسنتم صفر دائما المنزل الخالية نضع مكانها صفر حتى تتساوى يلا إذا جئنا نقارن نقارن من وين من هنا لا كده خطأ نبدأ نقارن من وين من هنا يا ساد هذا الصح ركزتوا معي هنا يلا الآن أيهما أصغر لماذا ساد تقول أصغر لأن السؤال أصغر هل الصفر أم الواحد أم الواحد طبعا في منطقة الألوف لا يساد الصفر إذا نكون هذا العدد هو أصغر شيء يعني رح تكتبه أصغر شيء رح تكتبه بها الطريقة هذا الآن أصغر وشيء فتكتب كذا طيب خلصنا من دي خلصنا من هذا انت هنا يلا الآن بقى اللي تحت وجدنا هذا متسوي لو لاحظتم يعطيكم مليون ثاني عشان تركزون فيه جيدا هذا الآن متسوي بقى لنا الآن اللي هم هذا قوينا أصغر الثلاث مياه أصغر إذا كون بالطريقة كذا أصغر آخر شيء تكتب عاد العدد الأخير اللي هو 1463 1463 تمام عزيزي الطالب والطالبة كون كده خلصنا من هذا السؤال يلا الآن نواصل تدريبا لبعد ركزوا جيدا على الشاشة يلا بسم الله يلا نقرأ السؤال مثال من واقع الحياة جميل أرتب من الأكبر لاحظوا جيدا من الأكبر إلى الأصغر جميل نقرأ السؤال القياس يبين الجدر المجاور ومسافة التي يقطع الحيتام بحثا عن الطعام في موسم الهجر انتبه أرتب المساف من الأكبر إلى الأصغر جميل دائما من الأكبر إلى الأصغر كم عندي الآن كم عندي تشاهدون ثلاثة واحد اثنان ثلاثة جميل طيب الأكبر كيف إشارته أحسنتم هكذا إشارته فتحط الأول هنا والثاني هنا وبتكون إشارة الثالثة هكذا طريقتهم من السؤال طيب عزي الطلاب والطالب تركزوا نرتب العداد نستدعي مهارة ماذا المقارنة مقارنة المنازل طيب خلني أعطيها لكم نحن خذينا درس ضمن عشرات ولوف فإذا كان عندي خمس منازل عدد من خمس منازل طبيعي يكون أكبر من وين من اللي أقل منزلة مثلا الأربعة منازل أو الثلاث منازل هكذا نستثمرها لماذا نحن خذينا درس العداد ضمن عشرات ولوف وعشرات ولوف كم يتكون منزلة أحسنتم من خمس منازل عشان بسرعة تحل هدفنا نعلمك المهارة عشان بسرعة تحل ركزوا الآن معاي يلا نبدأ الآن مع بع يلا أول شيء عشان أعرفك أكبر شيء ركز لشوف المنازل كم عددها كم عدد المنازل هنا هذه أربعة يا سيد تمام هذه أربعة منازل أحد وعشرات ومئات وألف تمام أربعة منازل هنا كم منزلة أحسنتم خمس منازل طيب وهنا هذه السيد أربع منازل أي هما أكثر منازل اللي هو هذا تسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية فيكون هو الأكبر فنجي الآن نضاعه هو الأكبر وهو تسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ممتازين خلصنا من هذا كده خلصنا طيب السيد الآن عندي الأحدب والقاتل نفس المنازل أربعة أربعة ماذا أفعل ها عزيزي الطالب والطالبة روح نستدعي المقارنة نشوف تبنويا نبدأ من الأحد إذا جيت تبقارنة أم من العشرات أم من المئات روح أكبر منزلة من اليسار أحسنتم يلا نطبق ركزوا جيدا في الشاشة أروح أكتب هنا خمسة مثلا طبعا هذه خانة ماذا الألف وهنا الستة وهنا الثلاثة هنا الواحد الآن أبرتب هذا جيت تبقى ترتب ترتب من الأحد عادي بس في المقارنة ننتبه هذه ثمانية لأنها أحد وهذه أربعة لأنها عشرات وهذه أربعة لأنها مئات وهذه واحد لأنها ألف الآن قارن وين تبدأ المقارنة من الأحد أم من أكبر منزلة لا يسار من أكبر منزلة هنا أيهما أكبر ركزوا أيهما أكبر هذه أكبر خمسة فتكون هي الثانية ترتب ماذا الثانية أحسنتم فنكتب الآن خمسة ألاف وستة مئة وواحد وثلاثون طيب والأخير تبقى كما هي ألف واربعمية وثمانة واربعون الآن الجيدة بنقرأها نقول هذه أكبر يعني بالترتيب ثم هذه الآن خمسة ألاف وستة مئة وواحد وثلاثون أكبر من ألف واربعمية وثمانة واربعون تمام يلا الآن طريقة ثانية كما تلاحظون جيدة خون الآن لو جينا بكل أرياحية نرتب المنازل الآن نبدأ لانما بعض يلا أنا وأنتم نتشارك مع بعض خل رتب هذا المنازل طبعا هذا باستخدام ماذا أستعمل جدول المنازل طيب نبدأ الآن مع بعض يلا هنا الآن نرتب المنازل مع بعض فتكون هنا الآن خمس ألاف فتكون هنا خمسة ألاف وهنا الست مئة وهنا الثلاث عشرات وهنا الواحد تمام نجي الآن للثاني اللي هو الرمادي حيكون العشر ألاف والتسعي خانت أحسنتم ألوف والثلاثة مئة هنا العشرات صفر وهنا الثمانية لو جينا الأخير طبعا ألف هذه ألف وهذه أربعمية اللي هي الأربع وهذه خانة العشرات وهنا خانة التابع الآن خلاص لجيت تقارن أيهما أكبر أيهما المنزلة أكبر تقارن من هنا تمام طيب هنا الآن صفر وهنا صفر طيب وين أكبر الواحد منزلة عشرات الآن عشرات ألاف هنا أكبر فتصبح هذا الآن ترتيبها الأول ترتيبها ماذا الأول لأنها الأكبر طيب بعدين يأتي ماذا هل الخمسة أم الواحد لأسهل الخمسة فيجي الترتيب الخمسة لها في الثاني إذن هذا الترتيب الأول وهذا ترتيب الثاني وهذا ترتيب الثاني بحيث يكون الأكبر إلا رصال طيب لو في طالب استخدم الطريقة الأولى تعرفون الطريقة الأولى ما هي أحسنتم استعمال ماذا ما هي الطريقة الأولى استعمال أحسنتم خط العداد ممتازي عشان بنكتبه عشان ما طيب همع UCLA هذا الأرقام الآن كما تشاهد الآن عزيز الطالب تمام الآن لو جيت بأستخدم خط العداد كيف أستخدم خط العداد طريقة الأولى كيف أستخدمها ها عزيز الطالب كيف أستخدم خط العداد كيف استخدم خط العداد افترض واحد يريد استخدم خط العداد طبعا لو طالب بشكل سريع كذا يكتبها كذا هذا خط العداد طيب يلا الآن وين الأصغر هذا الأصغر 1448 يكتبها هنا مثلا 1448 ثم بعد ذلك تأتي 5000 هنا لو افترضنا يعني 5631 طيب الأخير سيكون هنا لاحظوا كيف 19308 لاحظوا هذا يكون هو اليمين عن اليمين الأرقام دائما هو الأكبر ثم بعد ذلك يأتي هذا ثم بعد ذلك يأتي هذا وإذا حبّين تستخدمون خط العداد طبعا الآن انتقل أعزائي الطلاب والطالبات إلى كما تلاحظون الآن إذا ستكون منسافة مرتبة من الأكبر إلى الأصغر كالآتي كما مر معنا سابقا جميل يلا الآن ركزوا جيدا في تأكد أرتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر ها عزيز الطالب والطالب أيهما أصغر؟ هل انتبه السؤال أصغر هل هو 39 أم 32 أم 68 أحسنتم 32 طيب بعد ذلك يأتي ماذا؟ 39 أحسنتم بعد ذلك ما الذي يأتي؟ 68 هذا الترتيب لاحظوا كيف؟ لننتقل السؤال الثاني يلا ورتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر إذا حابت أنتم تطبقون طريقة مثلاً استعمل جد المنازل براحتكم يعني يا واحد طالب سأدقى لأبدأ من هنا مثلاً ثم رت خلاص هذا كتبته يلا رتب هذه تحت بعض الأحد تحت الأحد والعشرات تحت العشرات والمياد تحت المياد كذلك الرقم الأخي الأحد تحت الأحد والعشرات تحت العشرات والمياد تحت المياد يلا الآن بسألكم سؤال أيهما أصغر هنا فتجدون ماذا؟ هذا أصغر إذن يكتب أول شي خلاص كده أنت خلصت من هذا تركز في 2 والأربعة أيهما أصغر خانة المئات الاثنان إذن تحت فاصلة ثم تكتب هذا الرقم مئتان وأربعة وعشر بعدين آخر شي تكتب كم؟ ها أحسنتم أربعمية وواحد أربعين خلاص هذه مرتبة من الأصغر إلى الأكبر نروح للي بعدها يلا هنا السؤال جميل جدا يلا لان قبل ما أرتب الطالب الذكي يعرف بسرعة إجابة كيف لما تشوف هذه كم عدد منازلها؟ هذه الساد أربعة أربعة يعني عندي كان ثلاثة أرقام كذا مثلا يلا بنشوف وين الترتيب الصغر هذه أربعة منازل فهي ماذا أحسنتم؟ هي أكبر شي فتحطها آخر شي لأنها كما هي موجودة في السؤال خلصنا من هذه صح الآن ركزينا وركزينا قارن بينهم لماذا أستاذ قارن بينهم؟ لأنهما متساوين في منازل فلأجينا بنقارن مائتان واثنان مع مائتان وعشرون أبدأ خطوة وخطوة أبدأ من وين المقارنة من هنا؟ من أكبر منزلة هنا هنا متساوين في خانة الميات طيب خانة العشرات هذه آها هذه أكبر يعني تكون الأصغر ماذا؟ هذه مائتان واثنان فتحط مائتان واثنان أصغر شي ثم بعد ذلك تأجي مائتان وعشرون شوف تلاحظتوا كيف الآن؟ إجي لجلب نكتبها خلاص تستطيع أن تكتب الآن بدون مربعات أو شي هكذا فاصلة بعدين مائتان وعشرون وبعدين ألف وماذا؟ هذه اللي هو ماذا؟ ألفين ومائتان واثنان تمام؟ يلا الآن نكمل هأعطيكم ثلاثين ثانية مستعدين نبدأ الآن مع بعض شكراً طلاب طالبات الصف الثالث لتجاوبكم واتفاعلكم معنا حابين نشوفون إجابة؟ يلا ركزوا معي في الشاشة يلا كالعادة الآن يقول رتب من الأكبر أه ها حين سؤال من الأكبر إلى الأصل يعني لابد تكون ماذا؟ الترتيب بهذه الطريقة كده كم عندي رقام؟ ثلاثة رقام يعني لابد تكون عندك الترتيب بهذه الطريقة كده نحطوا كيف عزيز الطالب هكذا لازم نحط الأكبر واحد طيب أول شيء ركزوا في المنازل هذه الساعدة ثلاث منازل وهنا ثلاث منازل وهنا ثلاث منازل أي متسوين في المنازل تمام؟ أجي الآن أروح أشوف الأكبر وين ركزوا الآن كيف أحلها مع بعض حطها تحت بعض الباب جميل يلا أنا حطت هذا الرقم يلا الآن أجيت أكتب هذا العدد أحط الحات تحت الأحد ستة وبعدين العشرات تحت العشرات وبعدين المئات تحت المئات إذا جيت حاب أكتب هذا العدد الأخير يلا هذه ثمانية وهنا السبع العشرات وهذا المئات يلا الآن وين نبدأ في المقارنة حسنتم من هنا نبدأ أيهما أكبر الاثنان يساد في خارنة المئات ممتاز إذن يصير هو أول واحد كذا خلصنا نبدأ هنا الآن هذا الآن متسوين ممتازين في خارنة المئات لكن هنا الآن السبع أكبر من هنا إذن يكون هو ترتيبه الثاني يبقى عدد الأخير تكتبه كما هو خلصنا من ذا يلا نأتي للثاني جميل الطالبي الذكي على طول هذه مرة مرة سهل ليه أستاذ؟ شوفوا هذه كم منازلها عدوها هذه أربع استطيب وهذه ثلاث منازل وهذه منزلتين خلاص منتبة أول شيء أكثر منازل وبعدين أقل منازل وبعدين خلاص منتبة من الأكبر إلى الأصدر شفتوا كيف لما تعرف المهارة تستطيع أن تجاوب صراحة ننتقل اللي بعدها أعطيكم ثلاثين ثاني مستعدين يلا مابعوه ترجمة نانسي قنقر شكرا طلاب طالبات الصف الثالث تجاوبكم وتفاعلكم معي طيب الآن أباكم تتدربون على شيء بصراحة حلة احنا خدتم عدد المنازل صح ولا أكثر عدد يكون كم منازل هو أكثر شيء نبدأ الآن مع بعض يلا ركزوا يلا الآن هنا كم منازل هنا كم منازل أحسنتم هنا خمس منازل تمام يعني ضمن عشرات أولوف وهنا كم منازل أربع منازل استاذ طيب هنا كم منازل أركزوا جيدا هذه كم أحسنتم خمس منازل تمام يعني أنا رح أقارن يعني أصغر شيء هو هذا يعني لما يكون عندي عددين هذا الأول هو الأكبر وهذا الثاني هو والثالث رح يكون الترتيب الأخير هو هذا تمام عزيزي الطلاب والطالبات الرائعين والريعات طيب الآن باقي عندي مشكلة هنا خمس منازل وهنا خمس منازل ماذا أفعل؟ أحسنتم أروح ماذا؟ أروح أستخدم الترتيب أجي وأرتب كلاتي أضع رقم الأول اللي هو كما هو ثم أبدأ الآن هنا ركز مي الأحاد تحت الأحاد فالتسعة تحت الأحاد وهذه أشرات تحت العشرات وهذه ميات تحت الميات وهذه الاثنان وهذه الثلاثة حقية العشرة تلوف تمام الآن عندي هذا متسوي لأنها ثلاثة ثلاثة حلو جميل آه ها هنا التسعة أحد الوف هنا أيهما أكبر التسعة أما الاثنان لا السادة التسعة إذن هذا هو أكبر شيء فتضعه هنا ثم بعد ذلك أأتي اللي هو هذا تلقائي خلص هذا الترتيب إن نكتبها مع بعض يلا بتقول هذه تسعة ثلاثين ألفا وتسعة بعدين ثنان وثلاثون ألفا وتسعمية وتسعة وتسعة وآخر شيء ثلاث ألاف وتسعمية وتسعة كما تشاهدون جيدا على الشاشة هذا سؤال جميل جدا اشتراء أبو أحمد ثلاث ثلاجة وغسالة وفرن فأيهما أغلى يعني أكبر يعني الطالب الذكي رح يقول هذه ساد كذا رح يشوف وين الأغلى من الثلاث الأشياء هذه أيهما أغلى ركزوا معي لو جيت هذه المنازل وجدتها أربعة وهنا وجدتها أربعة وهنا وجدتها أربعة يعني كلهم متسوي المنازل يلا نرتبها مع بعض يلا نكتب الرقم الأول جميل يا أستاذ حلو الثاني نكتب كما هو الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات والألوف تحت الألوف كذلك الأخير الأحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات والألوف تحت الألوف إذا جئنا بنقارن وين نبدأ أحسنتم نبدأ من هنا من أكبر منزل ها متسويين كلهم في منزلة ماذا الألوف نروح المنزلة ماذا المئات أكبر ليه الساد لأنه قال لك أغلى فكلمة أغلى عندما تدل على الأكبر والفتحة وين تكون أيمين حلو أيهما أكبر الأربعة ولا الثلاثة والخمسة الخمسة فنكتبها أول شيء ترتيبها هذه حلو جميل طيب بعدين وين يأتي هذه خلصنا منها الأربعة أمي الثلاثة لها الساد الأربعة أكبر لأنها خانة المئات حلو نأتي نكتبها كما هي آخر شيء نكتبها تمام أنت كتبت يلا أعطنا أسميهم وين اللي هو 1599 اللي هو الثلاجة أحسنتم نكتب الثلاجة إذن الثلاجة هي أغلى شيء بعدين وين يأتي ها أحسنتم اللي هو ماذا اللي هو الفرن أحسنتم طيب بعدين ماذا يأتي آخر شيء أحسنتم الغسالة جميل جدا هذا هو الترتيب فهمك للسؤال أعطيك عزيز الطالب نصف الإجابة ركزوا جيدا يلا الآن هذا يترك لكم مهام أدائية تتدربون عليها إلى هنا أعزائي الطلاب والطالبات تعلمنا اليوم ماذا تعلمنا اليوم كيف أقارن بين المنازل وترتيب الأعداد تستدعي معك ماذا اللي هو ماذا المقارنة طيب خلينا في كيف أتعلمنا وأنتم الآن كل الطالب الآن يطلع ورقة معاه ونبدأ من نكتب كيف فهمنا الدرس اليوم ماذا نفعل نرتب المنازل تحت بعض البعض أحد تحت الأحد والعشرات تحت العشرات والمياه تحت المات والولوف تحت المولو وذا جيب نقارن نقارن من وين من أعلى منزلة خلاص عزيز الطالب يلا إلى هنا نتوقف نستودعكم الله ودومتم بخير